على خطى داعش في سوريا تسير جبهة النصرة من خلال العمل على توسيع رقعة المناطق الخاضعة لسيطرتها في تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض وأحكام السيطرة على بلدات وقرى سوريا لا سيما في شمال البلاد النصرة المرتبطة حتى الآن بتنظيم القاعدة على عكس داعش التي انشقت عن التنظيم الأم تركز في عمليتها العسكرية على المناطق الشمالية الحدودية مع تركيا لا سيما في إدلب وحلب إضافة إلى منطقة الساحل وبعض المناطق المحدودة جنوبا في درعا على الحدود الجنوبية مع الأردن أمس سيطر مقاتل جبهة النصرة على مخازن أسلحة وذخيرة تابعة لجبهة ثوار سوريا أحد أكبر الفصائل المقاتلة في الجيش الحر في الشمال السوري وذلك بعد معارك ضارية في بلدة سلفين ودركوشبري في إدلب الإنجازات الأكبر لجبهة النصرة يبدو أنها تتركز على طول الحدود مع تركيا حيث تمت السيطرة على أجزاء من مدينة حارم الحدودية مع تركيا وإزاء تلك التطورات تم استنفار القوات التركية على الحدود مع سوريا وحلقت مروحيات مراقبة جوية في المناطق التي تشهد معارك بين الفصائل المسلحة العاملة على الأرض في سوريا ولتحقيق تلك الإنجازات بهدف توسيع نطاق سيطرتها تخوض جبهة النصرة قتالا مع مختلف الفصائل والقوى المسلحة التي أصبحت تتقاتل فيما بينها وليس مع النظام الذي وصلت نسبة قتاله مثالا مع داعش 15% فقط مقارنة مع أكثر من 50% من المعارك التي يخوضها داعش مع الجيش الحر وذلك بحسب مصادر تركية كشفت عن مخطط توزيع المعارك الجارية على الساحة السورية تهاني الجهني العربية